بسم الله الرحمن الرحيم وهذا التقرير وعلى فكرة فيه تقارير كثيرة وهذه المرأة تعتبر شؤم ونحس يعني حسب العادات في المجتمع الهندوسي المرأة شؤم ونحس تخيلوا هذا الكلام المهم يا إخواني الكرام في هذا الفيديو أنا فقط أوجه رسالة لجماعات حقوق الإنسان والنسويات لماذا لا تركزون على قضايا النساء في المجتمع الهندوسي لماذا الهجوم فقط على الإسلام عندكم امرأة بتكون منبوذة بتلقى في أماكن خاصة شوفوا معايا هنا هذا الأمر وحسب التقاليد الهندوسية القديمة فإن الأرملة لا تستحق الاحترام وتعيش منبوذة وتعتبر من النحس ويجب عدم الاقتراب منها ولا يحق لها الزواج مرة أخرى كما أنها تحرم من الميراث وتعيش على هامش الحياة وقد تضطر إلى ترك بيتها أو تجبر على العيش في الملاجئ الخاصة بالأرامل التي يطلق عليها آشرم والمعابد الهندوسية توفر هذه الملاجئ السكن ووجبات الطعام مقابل القيام بالأعمال المفوضة للأرامل مثل المشاركة في مجالس غناء الأنشيد للآلهة الهندوسية طبعا عندهم وعزف الموسيقى الخاصة طبعا كلام كثير جدا حول هذا الموضوع يكفيكم فقط أنها ممنوعة من جميع الحقوق وتكون منبوذة في هذا المجتمع عندنا الآن حسابات على تويتر كثيرة جدا تتعلق بحقوق المرأة بيسموا نفسهم الفيمينيست أو النسويات الناس دول مركزين على فكرة البنت بعد سنة 19 سنة تأخذ حقوقها تكون حرة مركزين على حقوق المرأة المتزوجة أنها مثلا لا تعمل في خدمة زوجها أنها تعمل بحرية أنها تخرج مع الرجال أنها يكون لها أصدقاء رجال يتحدثون عن كل شيء إلا حقوق المرأة الهندوسية أو البوذية أو غيرها أنا هنا لا أتحدث عن الهندوسية بشكل خاص ولكن أنا أستعجب وفعلا أطالب هؤلاء أن يتحدثوا عن هذا الأمر الخطير كثاكم حديثا عن حقوق المرأة في الإسلام الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى أعطى للمرأة كافة الحقوق وكرمها وجعل لها كل المميزات التي لا توجد في أي من هذه الديانات الموضوعة أو حتى اليهودية أو النصرانية والله هذا نداء أخير لكم ركزوا على مثل هذه الموضوعات لأننا كشفنا أن موضوع حقوق المرأة في الإسلام هذا موضوع كذب خليكم في حقوق المرأة الحقيقية وأتحداكم أن تتحدثوا عن حقوق المرأة الهندوسية مرة أخرى هذه إمرأة تستعبد تعيش حياة قاسية جدا تحتاج إلى من يدافع عنها ومن يطالب بحقوقها أين أنتم من هذه المرأة؟ ولهذه ليست إمرأة؟ المرأة الهندوسية هذه ليست إمرأة؟ ولأي وضعها؟ رسالتي لكل إمرأة مسلمة إياكم ثم إياكم أن تصدقوا النسويات أو جماعة الحقوق الإنسان هؤلاء لا يريدون حرية المرأة وإنما يريدون حرية تفسخ المرأة أيضا الرجال يريدون حرية الوصول إلى المرأة هذا هو الهدف الرئيسي لهذه المجموعات وصدقوني لو كانوا فعلا بصدق يريدون حقوق الإنسان المرأة لتحدثوا عن حقوق المرأة الهندوسية تحدثوا عن حقوق المرأة في البرازيل التي تستعبت في الجنس لتحدثوا عن حقوق المرأة في أوروبا التي تغتصب ويتحرش بها لكنهم يركزون فقط على الإسلام لأنه فعلا هؤلاء يحاربون الإسلام مهمة هؤلاء وتمويل هؤلاء كله لمحاربة الإسلام مرة أخرى أعرض عليكم المرأة الهندوسية بعد وفاة زوجها لا يسمح لها بأي حقوق لا ترث لا تجلس حتى في المنزل لا يسمحون لها بالجلوس في المنزل وعلى فكرة عشان ما تقولوش ده عددهم صغير طبقا للإحصاءات الحكومية فإن نسبة الأرامل في المجتمع الهندوسي تصل إلى 4.6% من مجنوع سكان الهند اللي هم مليار و250 مليون شخص أي أن عدد الأرامل في الهند 56 مليون أرملة ركزوا على هذا الموضوع وأنا عارف أنكم مش هتتكلموا عن هذا الموضوع لكن أنا بس هذا الكلام موجه لكل امرأة مسلمة اقرأي حقوق المرأة في الإسلام المرأة بعد أن يموت زوجها تعتد وبعد ذلك تستطيع الزواج لها حق الميراث لها حقوق كثيرة جدا خلي بالكم المرأة في المجتمع الهندوسي تكون عبدة عند أهل الزوج وهذه المرأة في أول قصة شوفوا كده كان عمرها 18 سنة عندما مات زوجها تروي قصة حياتها والدموع تسيل من عينيها فهي تتعرض لكل أنواع الإهانة والإساءة التي تصل للاقتصاب من قبل أفراد في عائلة زوجها ويتبلغ الآن 28 عام وقد فضلت السكوت خوفا من السمعة السيئة والتهديدات أما سوبادرا فهي تقول أن أولادها تخلوا عنها بعد وفاة زوجها فرحلت بعيدا عن بيتها حيث وقضت أياما وليالي في العراء حتى أوصلها بعض سائق الشاحنات إلى هذا المكان فخلي بالكم يا شباب ما أحد يخدعكم بحقوق المرأة وحرية التعري لن تسمعوا هذا الكلام في الإعلام نهائيا ونعارف أن هذا الكلام لا يناقش في الإعلام أتحدث هنا عن التلفزيون والصوت والصورة ممكن تكون القناة الجزيرة نشرت هذا التقرير المكتوب لكن لن يركز عليه لن يركز عليه أحد لماذا؟ لأن الهدف هو الحرب على الإسلام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة